بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الآلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الأسبوع وبالتأكيد خلال الساعات القادمة ومن الآن كل تأكيد بيستضيف الهلال في ثاني جولات مباريات المجموعة الأولى لدور أبطال إفريقيا هي ثاني مباريات لفريق الهلال لكنها ضربة البداية لحامل اللقب نادي القرن الأهلي في هذه المسابقة بعد تأجيل اللقاء الأول أمام المريخ السوداني بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية الفريق على بركة الله سافر اليوم وخلال أقل من ساعة بإذن الله يصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم ويبدأ الاستعداد بشكل جدي لهذه المباراة الكبيرة إن شاء الله سيكون فيها حضور جماهيري تبقى لما أعلنوا نادي الهلال السوداني عبر صفحته الشخصية حلقة فيها كواليس فيها تفاصيل مهمة جدا لكن نبدأ سؤال حلقة اليوم سؤال حلقة النهاردة أجعر في رأيكم وتوقعاتكم لتشكيل الأهلي في هذه المباراة يوم الجمعة المقبل وكمان توقعاتكم للنتيجة التشكيل والنتيجة شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة أستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم ومشاركاتكم على سؤال حلقة اليوم لكن بسرعة خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي باعثة الأهلي في السودان استعدادا للهلال وكمان الشناوي خارج القيمة ويواصل التأهيل في القاهرة وأخيرا كيروش يطلب مواجهة السنغال بأكبر حضور جمهيري بالقاهرة استعرض مباراة اليوم النهاردة في مجموعة من المباراة المحلية والأوروبية يمكن في الدوري المصري النهاردة كانت في مباراة ما بيننا فارك وإنبي وفاز فاركوا بهدف مقابل لشيء الساعة خمسة ونص في مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي على ملعب الدفاع الجوي وفي ختام مباراة اليوم الساعة السامنة مساء بتوقيت القاهرة في يوتشار بيستضيف البنك الأهلي دوري أبطال أوروبا والكل بالتأكيد تابع الانطلاق منذ الأمس وكانت البداية ريال مدريد أمام باريس سان جرمان وفاز فريق باريس سان جرمان بهدف مقابل لشيء لكن النهاردة الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في مبارتين في توقيت واحد ريد بول ساليسبورج يستضيف باير نيميونيخ وإنتر ميلا الإيطالي بيستضيف ليفربول الإنجليزي وكلنا بالتأكيد يكون عندنا اهتمام بامتابعة هذه المباراة نظر لمشاركة محمد صلاح مع ليفربول في هذه المباراة الكبيرة أمام إنتر ميلا في إيطاليا أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض عندنا أخبار وكواليس خاصة ببعثة الأهلي في السودان وآخر الترتيبات الخاصة بهذه المباراة وكمان عندنا تعليق على بعض القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بالأمس أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند النهاردة هتكلم في جزئيتين أولا إنبارا كان في اجتماع مهم جدا للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام واتخذ فيه عدة قرارات بالنسبة للمرحلة القادمة القرارات بالنسبة 90% لقت قبول الشارع الرياضي والإعلام الرياضي بشكل عام ولكن في بعض القرارات ممكن يكون عليها بعض علامات الاستفهام عشان نعرف الخطة بالنسبة للمرحلة القادمة تحديدا في ملف التحكيم لكن من القرارات اللي لقت قبول من الإعلام ومن الشارع الرياضي أولا توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الأولينبي بقيادة الكابتن شاوة غريب توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الصلاة وتم الاتفاق أن توجيه الشكر بالنسبة لهذه الأجهزة الفنية بسبب أن الفترة القادمة مفيش أي ارتباطات رسمية قبل مارس أو إبريل عشرين تلاتة وعشرين فمش محتاجين أي عمل في الفترة الحالية ولسه فيه متسع من الوقت توفيرا كمان للنفقات وعدم يعني صرف مبالغ كبيرة في الموارد الخاصة باتحاد القرى كمان تعيين السيد وليد العطار المدير التنفيذ للاتحاد متحدثا إعلاميا وتحمل الاتحاد لقيمة استجار سيارات الإسعاف للأقصام الثاني والثالث والرابع تكليف الأستاذ جمال العلام بالإشراف على المنتخب الوطني الأول تفويد الأستاذ جمال العلام رئيس الاتحاد والأستاذ خالد الدرندالي نايب رئيس الاتحاد بالتفاوض مع الشركة الرعية استدعاء دكتور مصطفى عزامل من نقش التأرير وعن مشروع الهدف قرارات بقى خاصة بالقسم الثاني خلال الفترة اللي جاية واعتماد تصور القسم الثاني وبعض الأمور المتعلقة بأجازة الفنية لمنتخبات الناشئين والشباب وكمان فكرة بحث أفضل عروض لاختيار القرى الموحدة في الموسم المقبل والموافقة على هيكلة الإدارية للاتحاد لكن كل القرارات دي مناسبة جدا بالنسبة للفترة اللي جاية وأكيد لسه في ملفات أخرى مفتوحة في الجلسة الممتدة أبرزها بالتأكيد مسابقة كأس مصر ولكن فيه قرار بالنسبة لي وبالنسبة الناس كتير قوي اللي مهتمية بالتفاصيل الفنية في القرى ومسابقة الدور العام تم عرض خط التطوير لجنة الحكام المقدمة من الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة وما بها من تعديلات على أن يتم استكمال المناقشة في الجلسة المقبلة بحضور الكابتن عصام عبد الفتاح مع توجيه الشكر للكابتن وجيه أحمد ودكتور عزب حجاج طيب البند تتحديدا عندي فيه تعليم مهم جدا أولا توجيه الشكر للكابتن وجيه ودكتور عزب حجاج كل الشكر ليهم على الفترة السابقة بإيجابياتها بسلبياتها طالما خلاص خارجوا بره إطار المنظومة لا تعليق على المواقف السابقة وأكيد هم موجودين احنا قلنا كل للسلبيات والإيجابيات اللي كانت موجودة في الفترة اللي كانوا موجودين فيها سواء وهم بيجيروا اللجنة أو حتى لما اشتغلوا لما جيه كابتن عصام رئيس للجنة والناس كلها عارفة السلبيات اللي اتكلمنا عليها والحمد لله معنا نفيه قرار طلع بالشكل دايما كلامنا كان صح بخصوص عمل لجنة الحكام في الفترة السابقة فإحنا بننتقد العمل بش بننتقد الشخص كل التقدير للكباتن سواء الكابتن وجيه أو الدكتور عزب بنحترمهم بشكل شخصي لكن احنا نتكلم على إطار العمل وإطار التطوير منظومة التحكمية ولكن فكرة أن الكابتن عصام يكمل ومقدم خطة لتطوير لجنة الحكام في الفترة اللي جاية أنا أطالب بس حاجة واحدة يعني اديني أمارة اديني أمارة أن الكابتن عصام ليه الحق أن يكمل في الفترة الجاية ويرقص لجنة الحكام ويقدم كمان خطة لتطوير عمل اللجنة وعمل المنظومة التحكمية هو مش قاني الأوان أن يكون فيه وجوه جديدة تمسك لجنة الحكام ونشوف وجوه جديدة الفترة الجاية وناس يكون عندها أفكار جديدة مش قاني الأوان يكون فيه ناس متفرغة لهذا العمل بتقبض من خلال هذا العمل راتب شهري عشان تتحاسب على أي قرار وعلى أي خطة بتقدمها يعني الكابتن عصان في العمل اللي هو موجود فيه دلوقتي داخل اتحاد الكورة ما ينفعش ياخد أي راتب شهري لأنه أصلا معين جوه الاتحاد الإفريقي بياخد راتب شهري فما ينفعش يشتغل في مكان تاني بأي راتب شهري فالعمل بتاعه يكون تطوعي فكل ما يطلع يرد على أي انتقادات يقولك أنا شغلت طوعي ومقدم استقالة طب المرات هو مش مقدم استقالة ده مقدم خط التطوير وعايز يكمل هو عايز يستقيل ولا عايز يكمل دي نقطة خاصة بالكابتن عصام أتمنى يرد عليها النقطة التانية إيه خطة التطوير اللي عايز أطلب من مجلس اللي دارة يناقشها ويقدمها الكابتن عصام ما كان موجود فترات طويلة الفترة اللي فاتت إيه خطة التطوير اللي قدمها التوقيت اللي اشتجل فيه مع الحكام خلال فترة توقف الدورة على مدر أكتر من حوالي أربعين يوم وهو كان موجود حتى في مصر ما سافرش حتى وباشر عمله مع لجنة الحكام في الكاف عشان يبدأ الفترة اللي جاية ينفذ بقى خطة التطوير اللي لسه هيعرضها للاتحاد اديني أمارة إن الكابتن عصام يكمل في الفترة الجاية كرئيس لجنة الحكام عشان يستحق مع أي مجموعة يتعامل في الفترة اللي جاية أتمنى أشوف وجه جديد في رئاسة هذه اللجنة في الفترة اللي جاية لو ما عندكمش وجوه جديدة هات خبير أجنبي معظم الدورات العربية عشان تعمل أسماء كبيرة من الحكام جابت خبراء أجانب بيديروا ملف لجنة الحكام وأحد أعضاء اتحاد الكوري أنا أتذكر الكلام ده من فترة رأي بطلع قال بنفكر ممكن نجيب خبير أجنبي فإيه الفكرة؟ إن الكابتن عصام يكمل هي المشكلة كانت في الكابتن وجيه ودكتور عزب المشكلة كانت في اللجنة كلها لازم تغير المنظومة كلها عشان تبدأ تشتغل صح في الفترة اللي جاية طيب ده جزء متعلق على قرارات اتحاد الكورة اللي صدرت بالأمس النادي الأهلي بعثة الأهلي النهاردة غدرت إلى السودان حوالي ساعة اتنين الضغر متوجهة إلى العاصمة السودانية الخرطوم برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة خلال هذه الرحلة بإذن الله موافقين يا رب إن شاء الله في مباراة الهلال اللي تحدد موعدها إن شاء الله يوم الجمعة الساعة ثلاثة العاصر وقضامكم على الشاشة هي بعض الكواليس واللقاطات الحصرية من توقيت مغادرة الفريق في مطار القاهرة الدولي قبل السفر إن شاء الله هذه المباراة ضمن منافسات الجولة التانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدور أبطال إفريقيا طبعا قبل فكرة السفر وكل الإجراءات الحمد لله المسحى الطبية لكل أفراد البعثة نتيجتها سلبية وده شيء مطمئن عشان البعثة تسافر بأفضل المجموعة وأفضل عناصر اللي اخترها المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نتيجة المسحى الحمد لله جرتها البعثة من بارح سلبية قدامكم هون في الكواليس سيادة الوزير العامري فارون نايب رئيس النادي ورئيس البعثة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة وعدد من اللعيب الكابتن حسام غالي اللي هيكون متواجد في الفترة القادمة مرافق لأي رئيس بعثة عشان الجانب الفني كمان مع اللاعبين وخبرات جديدة كمان لأحد أبرز العناصر اللي انضمت لمجلس الإدارة في الفترات الأخيرة الكابتن حسام غالي حسين الشحات ياسر إبراهيم أحمد عبدالقادر علي لطفي اللي هيكون إن شاء الله جدير بيحها رأسة المرمى في ظل غياب محمد الشناوي علي معلول يمكن برضو الناس كانت قالت ان علي معلول شعر بكذبه وكان فيه إصابة ولكن الحمد لله مطمئنين عليه وموجود مع البعثة محمد هاني عايز أقول لكم محمد هاني عمر السلية في اللحظة دي الاتحاد الدولي أعلن إن فيه خمس أهداف أفضل خمس أهداف في كأس العالم للأندية من ضمنهم هدف محمد هاني في مونتريا المكسيكي وهدف عمر السلية في مرمى الهلال السعودي الاثنين أهدافهم في هذه البطولة اتخذت ضمن أفضل خمس أهداف في كأس العالم للأندية قدامنا مصطفى شبير طاهر محمد طاهر وواحد وعشرين لعب الجهاز الفني استحابهم في هذه الرحلة زي ما بقول لكم واحد وعشرين لعب مسيماني أعلن قايمة الأهلي استعدادا لمباراة الهلال السوداني والقايمة بتضموا واحد وعشرين علي لطف مصطفى شبير حمزة علاء في حراسة المرمى رامي ربيع ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم محمد هاني كريم فؤاد علي معلول محمود وحيد عمر السلية محمد محمود حمدي فتحي أليو ديانج محمد مجدي أفشا حسين الشحات لويس ميكي سوني محمد شريف طاهر محمد طاهر أحمد عبدالقادر وعودة من جديد لي حسام حسن بعد فترة غياب وعدم مشاركته في كأس العالم للأندية وأيضا كمان عودة لمحمد محمود ضمن قائمة هذه المباراة بعد أيضا استبعاده من كأس العالم بسبب عدم جهازيته والإصابة النهاردة الصبح كان فيه تدريب لفريق النادي الأهلي في ملعب التتش بالجزيرة ده كان المراني الختامي قبل التوجه إلى المطار استعدادا للسفر لمواجهة الهلال السوداني في بطولة دور أبطال إفرقيا المراني النهاردة بدأ بمحاضرة من بيتسو مسيمان المدير الفني تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال ودور اللاعبين في هذه المباراة وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بارتباطات الفريق في الفترة المقبلة طيب خبر بقى كنا نتمنى يعني اللي تقلنا مبارح من زمننا فروه صلاح ورؤية الجهاز الفن والطب إنه ممكن يكون موجود محمد الشناوي للأسف يمكن للجهاز الطبي بعد مراني الأمس لا شافي إن محمد الشناوي الأفضل لي إنه يفضل في القاهرة عشان يستمر فيه مواصلة برنامجه التأهيلي من إصابة العضلة الخلفية عشان يتعافى منها في فترة قريبة جدا وفقا للبرنامج اللي حدده الجهاز الطبي بقيادة دكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي للنادي الشناوي هيعمل برنامج تأهيلي في القاهرة خلال الفترة القادمة وعاقب عودة البعثة من السودان بإذن الله الجهاز الطبي هيجري أشعة أخرى على الشناوي عشان يتأكدوا من جهازيته وسلامته في الفترة اللي جاء قدامنا كمان الشيف محمد الدالي الشيف الخاص ببعثة فريق النادي الأهلي في هذه الرحلة وده شيء متبع في كل رحلات وسفريات الأهلي لازم يكون فيه يعني شيف ومطبخ خاص بالنادي الأهلي وده أمر صحي والإعلاقة كبيرة جدا بالأمور الفنية والأمور الإدارية في استعداد الفريق لأي مباراة رسمية يمكن هذه الكواليسة خاصة وحصرية لشاشة توقنات الأهلي من مغادرة البعثة من مطار القاهرة الدولي من خلال رئاسة البعثة لمعالي الوزير النائب أو نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فارو وكل أعضاء الجهاز الفني أهو كيبي وسومن وموسي وكل أعضاء الجهاز الفني بقيادة تابيتسو موسيماني وأيضا الكابتن سامير عدلي مدير الجهاز الإداري لما له بالتأكيد من خبرات وعلاقات كبيرة جدا في السنوات السابقة وفرصة بقى لتواصل الأجيال وجود الكابتن حسام غيالي عضو المجلس وحلقة الوصل ما بين مجلس الإدارة ولجنة التخطيط وشركة الكورة خلال الفترة القادمة لإدفاع مزيد من الخبرات بالنسبة للجهاز أو لمجلس الإدارة من خلال وعضوية الكابتن حسام غيالي صلاح محسن هيبدأ التأهيل للتعافي من جراحة مشت القدم اللي كان أجراها في الفترة السابقة وكلنا عارفين أن صلاح محسن في فترة كده هيغيبها في المباريات القادمة مش هيكون موجود بسبب العملية الجراحية وتثبيت مشتية القدم في الفترة القادمة يعني ممكن نتكلم على أن صلاح محسن يبدأ يفقر كده في العودة للتدريبات بشكل تدريجي على نهاية شهر مارس بنسبة كبيرة جدا خلال الفترة اللي جاية بيرسيتاو كنا أيضا بنأمل أن يكون موجود في هذه الرحلة ومع الفريق في هذه المباراة لكن لسه برنامج التأهيلي لم ينتهي وهيستكمله خلال الفترة اللي جاية وخرج من حسابات الجهاز الفن بقيادة بيتسو موسيماني في مباراة الهلال السوداني وهيتم تجهيزه للتدريبات الجماعية عاقب عودة البعثة من السودان إن شاء الله وهيكون جاهز للمراني الجماعي عاقب العودة من السودان وساعة تبعا هيكون جاهز لمباراة مصر المقصف الدوري ثم مباراة سانداونز يوم 26 فبراير بإذن الله في الجولة الثالثة هنا في القاهرة بالنسبة لمباراة تدوري أبطال إفريقيا دي كانت أبرز الأخبار والكواليس الخاصة بصفر بأسة النادي الأهلي إلى السودان إن شاء الله يوصلوا بالسلامة وبإذن الله إن شاء الله يقدر الأهلي يعمل نتيجة إيجابية في ملعب الهلال بإذن الله يوم الجمعة القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف أبرز الترندات الموجودة في ترند الأهلي والمحتوى الموجود من خلال صفحات السوشيال ميديا أهلا بحضراتكم من جديد وفاقرة ترند الأهلي والمحتوى الموجود من خلال صفحات السوشيال ميديا نبدأ بعض ترند الأهلي والحساب الرسمي لنادي الهلال السوداني على الفيسبوك نشروا رسميا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يوافق على تواجد 15 ألف مناصر في مباراة الهلال والأهل المصري يوم الجمعة المقبل في مسابقة أبطال إفريقيا صفحة الهلال السوداني على الفيسبوك نشرت قرار الاتحاد الإفريقي والموافقة الرسمية على حضور 15 ألف مشجع في ملعب الجوهر الزرقاء يوم الجمعة الساعة 3 العسق كنا نعرفين أن في إجراءات الاتحاد الإفريقي أعلنها في 31 أكتوبر الماضي هذه الإجراءات هي إجراءات محددة بالترتيب إذا أي نادي عنده مباراة تم الاتفاق على تنفيذ هذه الإجراءات على طول الاتحاد الإفريقي ما عندهش منع وبيدي له موافقة رسمية إيه هي الإجراءات؟ أولاً أن يجيب موافقة وزارة الصحة أو الجهات الطبية باعتماد حضور العدد اللي النادي طلبه في هذه المباراة طيب، الهلال السوداني كان طالب حضور 25 ألف الجهات الطبية ووزارة الصحة وفقت على 15 ألف تنفيذاً لبروتوكول كورونا والإجراءات الصحية ثم الموافقة الأمنية ثم بعد ذلك ترسل هذه التفاصيل وهذه الموافقات إلى الاتحاد الإفريقي ولكن بشرط هناك معادة محددة يجب أن ترسل كل هذه الموافقات الرسمية قبل المباراة بـ 24 ساعة الهلال السوداني اتخذ كل هذه الإجراءات من بدري والنهاردة جات له الموافقة الرسمية عشان بكرة في الاجتماع الفني المراقب الأمني والمنصق ومرائب المباراة يضع كل هذه التفاصيل في الاجتماع الفني والأمني بخصوص مباراة الغد فبالتالي ماتش يوم الجمعة هيكون في 15 ألف ومشجع في ملعب الجوهرة الزرقاء الساعة 3 العصر طيب نروح لحساب في الجول وبيتكلمه على علي معلول خبر في الجول وده حسابها على تويتر بيتكلمه على أن علي معلول تعرض لكدمة في كرة مشتركة ولم يستكمل المران وأنا بتكلم في فقرة ترند ترند قلت في كلام أن علي معلول تعرض لكدمة في مران النهاردة الصباح لكن من خلال الجهاز الطبي فضل أن علي معلول ما يستكملش المران ويرياحه النهاردة لكن ما فيش أي مانع أنه يتواجد فيه قائمة رسمية لتجهيزه وصف يخضع معلول لاختبار طبي قبل المران اللي هيقام غدا على ملعب المباراة كنا نعرفي الأهل هيوصل النهاردة في مساء هذا اليوم بكرة هيكون فيه تدريب على ملعب المباراة المباراة إن شاء الله يوم الجمعة فبكرة هيكون فيه اختبار طبي لعلي معلول اللي يتمكنان على حالته لكن النهاردة الجهاز الطبي قال ما فيش أي شيء يدعي أو يستدعي إن احنا ما ناخدش علي معلول معنا في هذه المباراة وبكرة هيكون فيه المران اختبار طبي آخر طيب حساب المصر الرياضي يمكن ألقى الضوء على الغيابات اللي ممكن يتعرض لها الأهلي في هذه المباراة بسبب الإصابات أو الإقافات في الفترة اللي جاية كلنا عارفين أو تعودنا خلاص الفترة اللي فاتت الأهلي بيبعنده غيابات وتعودنا الأهلي بمن حضر والحمد لله الثقة في كل اللعيبة وكل الرجالة في الفترة الصعبة دي المصر الرياضي قال فيه ثمن غيابات للأهلي أمام الهلال السوداني نبدأ بقى نكتم مع بعض كده محمد الشناوي في حراس المرمى خط الدفاع بدر بنون وأكرم توفيق نص الملعب عمار حمدي وبير ستاو وأيضا صلاح محصين فيما يغيب أيمن أشرف للإقاف بعد الترد في كأس العالم للأندية وكلنا عارفين إقاف أيمن أشرف مباراتين لما اضطرت في مبارات بالميراس فبالتالي مش هيلعب هلال السعودي ومش هيلعب مبارات الهلال السوداني فبالتالي هينفز العقوبة في المباراة القادمة وده بند موجود فلاح يتكسل عالم للأندية المادة عشرة اللي تتكلم على الإنذارات والكارت الأحمر الكارت الأحمر المباشر هو اللي بيمنعك أنك تشارك في المسابقة القرية أو المباراة التالية حتى لو مش في نفس المسابقة اللي انت اضطرت فيها وفيه استباعات فني لوليد سليمان وكننا عارفين وليد أعلن اعتزاله في نهاية الموسم فبالطبع هيكون بقى فيه تركيز على ناصر اللي ممكن تشارك فيه الفترة اللي جاية وده اختيارات في النهاية للمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيمان كرة بلص النهاردة ألقت ضوء على تصريحات مدرب الهلال السوداني اللي قال فيها محمد شريف أفضل لاعبي الأهلي جوا موتا المدير الفني للهلال السوداني اتكلم على أن الأهلي بيمتلك مجموعة قوية من اللاعبين وعلى رأسهم محمد شريف وهو يعد من أفضل المهاجمين في الأهلي خلال الفترة الحالية برضو كنت أريد تصريح لهذا المدرب في الفترات السابقة بيقول لجا لما أعمل محاضرة مع لاعبي الفريق الهلال السوداني مش أعرض لهم مباراة الأهلي والهلال السعودي مش عارف هي وجهة نظر فنية أنه هو مش عايز يصدر الأهل اللي لعبته ويبين مدى قوة الأهلي ليه ولا هي تبقى فرصة أنك تفرجهم على آخر مباراة للأهلي عشان في النهاية توريهم القدرات الفنية والبدنية للفريق اللي علاعبوه يوم الجمعة القادر في النهاية وجهة نظره هو ونتمنى تكون وجهة نظره دي في صالح النادي الأهلي إن شاء الله في مباراة يوم الجمعة